تجميع كاشف الزهب X-Tera 705 الخاص بك توصيل الملف ادخل الحلقتين المطاطيتين في فتحتي نير العمود السفلي الجانبيتين اسحب العمود السفلي داخل القوس الموجود على الملف تأكد من أن جزء الأطول من الملف متجه إلى الأمام وأن دبوس الوصل الزنبركي على العمود السفلي متجه إلى الخلف ادخل المصمار اللولبي البلاستيكي عبر القوس مع الحلقة البلاستيكية وأربط المصمار بالصمولة البلاستيكية تأكد من أن الملف محكما بما يكفي حتى لا يمكنه التحرك بمفرده لكن ليس محكما جدا بحيث لا يمكن ضبطه بسهولة إذا تغيرت تضاريس الأرض يجب الحرص على عدم إطلاف سن الصمولة بشدها أكثر من اللازم تأكد من أن الأقفال اللولبية للعمود مرتخية وذلك بلفهم عكسة تجاه أقارب الساعة اضغط على دبوس الوصل الزنبركي في العمود السفلي وأدخل العمود السفلي في العمود الأوسط حتى يصل الدبوس إلى ثقوب التعديل سيبرز الدبوس عبر الثقب ويشبك في موضعه أوصل العمود الأوسط بالعمود العلوي بنفس الطريقة تجميع مسند الذراع ضع مسند الذراع فوق العمود العلوي موازيا الثقب في مسند الذراع مع الثقب الموجود في العمود العلوي الذي يلائم طول الذراعك أدخل المصمار اللولبي عبر الحامل والعمود العلوي ومسند الذراع أحكم ربط المصمار ولكن بحذر حتى لا تتلف سنها بالشد المبالغة فيه مر الرباط مسند الذراع عبر كل فتحتي المسند بمجرد تجميع العواميد قم بضبطهم حتى يلائموا طولك وثبتهم في موضعهم عن طريق لف الأقفال اللولبية في اتجاه عقارب الساعة توصيل صندوق التحكم بحيث تتجه شاشته نحو الأعلى ادفع بصندوق التحكم على طرف المقبض حتى يثبت في مكانه يمكنك ادخال المصمار القابض إذا رغبت في ذلك تجميع كبل الملف لف كبل الملف حول العمودين السفلي والأوسط قم بمحاذاة موصل الملف واضغطه داخل المقبس الموجود بظهر صندوق التحكم مع شد الحرقة القابضة بإحكام لتثبته في مكانه استخدم شرائط فيلكرو اللاصقة لتثبيت كبل الملف بالعمود تركيب البطاريات يستعمل جهاز X-Tera 705 أربعة بطاريات حجم AA افتح باب مقصورة البطاريات الموجود على جانب صندوق التحكم ضع البطاريات داخل المقصورة مع التأكد من أن الأقطاب السالبة والموجبة تلائم الرسم الموجود على صندوق التحكم تم الآن تجميع جهازك X-Tera 705 Gold Pack تلائم الرسم الموجود على صندوق التحكم ك dyed جهازك افتح بقل ألاحظه